السيسي يتابع جهود مكافحة كورونا وإجراءات تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب كوريا الجنوبية تسجل أربع حالات وفاوة 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا وترامب يتعهد بتوفير أجهزة التنفس للتصدي لوباء كورونا ويدرس إلغاء الرحلات الداخلية الخمسة صباحاً الثالثة بتوقيت جرينتش موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم اكتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والري ورئيس المقابرات العامة وأصرح الصفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا فضلاً عن إجراءات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وجهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين أعلنت وزارة الصحة خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد طلقهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة وأشارت وزيرة الصحة هالة زايد في البيان اليومية إلى ارتفاع عدد من تحولت عينات تحليل فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية لـ 221 بينما تم تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة وست وفيات وشددت وزيرة الصحة على أن معدلات الوضع الوبئي في مصر مزالت مستقرة أعلن مركز مكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية رصد 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 9976 حالة وذكر المركز أنه سجل أربع حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 169 موضحا أن غالبية المصابين في إقليم دياغو بأكثر من 6000 حالة ثم إقليم كيونغ سانج الشمالي بنحو 1200 حالة أعلن معهد جون هوبكنز الأمريكي تسجيل 884 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد فقط وارتفاع إجمالي حالات الوفاء بالفيروس في عموم الولايات المتحدة إلى 5000 حالة كما وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 215 ألف أنوى تعد ولاية نيويورك الأكثر تضرورا من الفيروس بعدما سجلت وحدها 1900 حالة وفاة و85 ألف إصابة تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوفير أجهزة التنفس الصناعي لإغاثة مرضى فيروس كورونا مشيرا إلى أنه يدرس إلغاء الرحلات الداخلية للسيطرة على انتشار الفيروس وخلال المؤتمر الصحفي اليومي حذر ترامب من خطورة الأسبوعين المقبلين في مسار تفشي فيروس كورونا مطالبا الأمريكيين بتطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وألفت ترامب إلى أن إدارته ستقوم بإعادة بناء القطعات المتضررة من فيروس كورونا حذرت الأمم والمتحدة من التدعيات الوخيمة طويلة المدى على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إن الفيروس كورونا هو أكبر اختبار يواجه العالم منذ تأسيس المنظمة الدولية مناشدا جميع الدول باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والاستجابة الصحية الفورية للحد من انتشار الفيروس بما في ذلك زيادة الاختبارات والحجر الصحي والعلاج أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة انتشار فيروس كورونا حول العالم وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن عدد إصابات كورونا سيصل قريبا لمليون حالة بجانب خمسين ألف وفا مشيرا إلى أن أربع وسبعين دولة شاركوا بمصاري التجارب على إيجاد علاج جديد للفيروس وقع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قانونا يعطي الحكومة حق أعلان حالة الطوارئ في البلاد كما أقر بوتين عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات لمخالف الحجر الصحي وحزمة من القوانين الرامية لدعم الاقتصاد وقال بوتين إن الوضع مع فيروس كورونا المستجد في روسيا يتعقد ويزداد صعوبة حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دول الحلف من التهاون مع التهديدات بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف المقرر عقده عبر الفيديو كونفرنس أن الحلف سيناقش كيفية مواصلة مهامه في أفغانستان والعراق بعد الانسحاب الأمريكي مؤكدا أن التهديدات في البلدين ما زالت مستمرة كما لفت ستولتنبرغ إلى أن روسيا تجري منورات عسكرية ويتم مراقبتها بشكل فوري اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي أن أرقام الإصابات بكورونا في البلاد معقولة مشيرا إلى أن الوضع الصحي في العراق جيد وقال عبد المهدي في الاجتماع الثاني لللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إن هناك تعاونا كبيرا من البرلمان لضغطية الحاجة في مواجهة كورونا مشيرا إلى العمل على توفير جميع متطلبات المواطنين في ظل الأزمة الراهنة أعلنت الصحة الإماراتية تسجيل 150 حالة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاء هذا وذكرت الصحة الإماراتية أنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المقلطين لإصابات أعلن عنها مسبقا ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج وبذلك يبلغ إجمالي الحالات في الإمارات 814 إصابة وثماني وفيات قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدبر الأوروبي حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء كورونا كما قرر تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو ومن بينها موجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021 ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لتلحق بالعديد من البطولات الرياضية الأخرى البارزة التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا وبعد اجتماع العقضه مع اللجنة المنظمة للبطولة أعلن نادي عموم إنجلترا أن النسخة 134 من البطولة ستقام في الفترة ما بين 28 يونيو وال11 يوليو عام 2021 انتهى الموجز الإخباري ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extra news.tv شكرا لكم اشتركوا في القناة